سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية قصة سيدنا يوسف عليه السلام اهلاً واهلاً اهلاً 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 اتفضلوا حبابكم عجبين كيف حالك يا خالة الحمد لله كيفكم انتم انشاء الله كويسين الحمد لله الحمد لله اتفضلوا استريحوا اهي يا خالتي صفية احنا الليلة جيناك عشان دايرين نسمع لينا قصة من قصصك الجميلة المسلية حاضر ما عليش ولا يهمكم انا مشتغدة لكم طيب اسمعوا انا الليلة هحكي لكم قصة سيدنا يوسف ابني يعقوب عليهم السلام ازحاجت سيدنا يوسف وابوه يعقوب اللي اثنين ديل عاشوا في بلاد كنعان اللي هي فلسطين دلوقتي ويوسف لما بيقوا عمره 17 سنة كان بيرعى الغنم مع اخوانه من ابوه اولاد بلها وزلفة وكان دايما بيتضايق منهم ويمشي يشتكي لي ابوه ويحكي ليه عن تصرفاتهم ومضايقاتهم ليه ولانه يعقوب لما ولد يوسف كان راجل عجوز جدا كان بيحب يوسف اكتر من كل اخوانه التانين وعشان حبه ليوسف ده جاب ليه قفطان جديد والقفطان ده كان جميل جدا ومطرس تطريس جميل جدا جدا الموضوع ده خلى اخوان يوسف الباقين يتضايقوا منه ويكرهوه اكتر اخوان يوسف يضغازوا والحسد والحقد ملك لوبه بيقوا ينظروا ليه نظرة حسادة ومضرة وبدوا يتكلموا مع بعض ضده الولد اللي اسمه يوسف ده نحن ما حازدينه لكن ليه بس ابونا بحبه اكتر مننا ويجيب له قفطان جميل زي ده ونحن لا فعلا الكلام ده مصبوط يوسف ده احسن مننا بشنوه وفي يوم من الايام يوسف قام عمل حاجة خلت اخوانه يتضايقوا منه ويكرهوه اكتر من الاول لانه جاف مرة وقال لهم يا جماعة يا جماعة انا شوفت ليه حلم عجيب وده اي رحكيه لكم شنو؟ حلم 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 يا جماعة بيلا يشوفوا الكلام الفارغ ده طيب كويس كده يا ابو الحلام احكي يا اخواني التلاب مستغربين ارجوكم تسمعوني انا شفت في الحلم ده انه نحن كلنا كنا في مسرحة وكل واحد فينا كان بيربط له في حزمة بتاعت جزب وعايا انته وشجيت حزمة تيه وقفت على حالة وحزامكم كلها تلمت حول الحزمة بتاعت تيه ونحنت لها شنو؟ يعني انت دائرة تقول انك حتبقى مالك علينا؟ يا السلام ده شيء اصله ما ممكن يحصل كله كله شفت حتى لو طرت السم هوي 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 يا يوسف هوي شنو؟ اوعك تفتكر نفسك احسن مننا وممكن تسيطر علينا ونحن نبقى لك عبيد يعني دائرنا نبقى عبيدك ونركع لك؟ يا السلام حلم تقالي ومشكتة بس يا جماعة لكن المشكلة انه يوسف في مرة تانية قام حكى لأخوانه حلم تاني وقال ليهم يا اخواني امبارح امبارح كمان شفت ليه حلم تاني تاني؟ اه حلم تاني شفت ليه حلم تاني وفي الحلم ده انه الشمس والقمر وكان معهم حداشر نجمة كمان ايوه حداشر نجمة كلهم انحنوا ليه كمان يا اخي ايوه وبعد ذاك يوسف قام حكى الحلم ده برضو لأبوه وأبوه لامه ووبخه وقال ليه يا يوسف يا ولدي انت قاسد شلو من الحلم بتاعك ده؟ يعني دائرنا أنا وامك واخوانك كلنا نجي نركع لك؟ لا ده شي ما ممكن يحصل أبداً واخوان يوسف طبعاً زي ما قلنا كرهوه وحسدوه لكن ابوه بقلب الوالد كان مهموم وقاعد يفكر في أمر الحلم ده وفمرة اخوانك يوسف كلهم إلا بنيامين مشوا الحده اسمه شاكيم عشان يرعوا قنامون وبعد مدة من مجيهم لشاكيم يعقوبنا ده ولد يوسف وقال ليهو يوسف ايوه يا يوسف يا ولدي انا دايرك تمشي لي اخوانك عشان تشوف حالهم كيف وتطمني عليهم وعلي بهايمهم سمح حاضر يا ابوي خلاص انا حامشي ليهم يوسف قام مشى من واضي حبرون اللي هي مدينة الخليل دلوقت عشان يشوف اخوانه في الحتة اللي اسمه شاكيم دي لكن لما وصل هناك ملقاهم وبيقالاف في يفتش عليهم لغاية ما لقاليه راجل هناك والراجل سأله انت ما لك يا ولدي بتفتش في شنو انا بكوس في اخواني يا عمي وهم المفروض يكونوا برعوا في غنمهم هنا يا ريت لو شفتهم توريني ما شوين في جماعة كانوا موجودين هنا ورحلوا وانا سمحتهم بيقولوا ماشيين ليدوثان ليدوثان شكرا لك يا عمي كويس النعال لقالي عرفته مكانه دلوقتي انا لازم امشي لهم ويوسف فعلا قام ماشي ليدوثان ولقى اخوانه هناك ولما شافوه من بعيد وقبل ما يوصلهم اتملكم الغضب وفكروا في طريقة يتخلصوا بيها منه وقالوا البعض شوفوا شوفوا يوسف شوف شوف ابو الاحلام هونداد جاي ماشي علينا تعارف ده احسن وقت عشان نقتله ونرتاح منه ايوه ايوه ابو ابونا بيفضلوا علينا بيفضلوا علينا عشان كده لازم نقتله هسا وننتهي منه ومن الاحلام الفارغة دي ايوه تمام ده الحل الوحيد نقتله عشان نرتاح منه وبكده تنتهي مشاكلنا لانه نحن لو ما عملنا كده حيقوم بعدين نطلع لنا براسة يعزبنا دي احسن حاجة نقتله ونرموه في البيرة اللي هناك ديك لانها مهجورة وما فيها موية وهناك ما في اي زور حيشوف اي حاجة ونشوف بعد ده كان احلامه دي ثفا اهه لكن بعدين نقول لأبونا شنوه يا اخي نقول ليه انه لقته طبعة اكلته خلاص لكن رعوبين اخوهم والكبير لما سمع الكلام ده حن علي يوسف وكان عايز يمرق منهم ويرجع لأبوه عشان كده قل ليهم يا اخوان ما تقتل يوسف حرام عليكم مهما كانوا برضو في النهاية اخونا بدل كده بس تعالوا نرميه في البير وخلاص ويوسف لما وصل اخوانه طوالي قاموا عليه وممسكوه وقلعوا منه قفطان الجميل المطرز وقالوا ليهو اسمع يا ابو الحامن نحنا حنرميك في البير الهناق دي لا اسكت اسكت ساكل او اتبت خجمة ولا كلمة مفهومة لا يا اخواني حرام عليكم ما تعذوني اخواني انا مش اخوكم انا عملت لكم شلي يا اخواني ما ترموني في البير ارجوكم ما ترموني في البير لا لكن معده كله اخوان يوسف قلو بمكان قاسي جدا وما حنوا عليهو ابدا وكانوا بيضحكوا ويستحقروا بيهو هاهاهاي يلا خلي احلامك تنفعك الليلة يا اخواني ما ترموني ما ترموني في البير حرام عليكم يا جماعة حرام عليكم ما ترموني في البير لا 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 احلام سعيدة ارحكم ارحكم يلا ارح يلا خلونا نمشي من هنا بسرعة وبعد داك اخواني يوسف قاعدوا عشان ياكلوا ليهم لغمة وفي الوقت دا شافوا ليهم جماعة من التجار جايين من بلد اسمها جلعاد والتجار ديل كانوا مشين لي مصر وكانوا شايلين ليهم بضاعة كتيرة فوق جمالهم بهارات وعطور وحاجات زي دي يهوزا اخو يوسف جاتوا فكرة فراسو وقام قال لي اخوانو يا اخوان انا عايز اقول لكم حاجة تفتكروا حنكسب شنو لو نحنا كتن يوسف اخونا دا ولا شي غال اننا حنكون غلطنا وشي نزنبو لانو مهما كان هو في النهاية اخونا برضو اخونا ولحمنا ودمنا بدل كده تعالو احسن نبيع للتجار ديل رايكم شنو نبيعه واخوان يوسف كلهم وافقوا على الفكرة دي لكن راوبين ما كان موجود والباقين قاموا مرقوا يوسف من البير وباعوه لتجارة الغافلة دي بعشرين عملة من الفضة بعشرين عملة بس؟ بس عشرين عملة والتجار ديل زاقوا يوسف معاهم لي مصر وراوبين لما رجع قام بشر البير ارموا فيها يوسف لكن ملقاهوا فيها وحزن لغاية ما شرت في دوم بعد ذاك مشى لأخوانه وقال ليهم يا جماعة شفت المصيبة؟ يوسف ما بفي البيت انا اعمل شنو اسا اود وشوية من ابو يوسف وين؟ يحلى لك يا يوسف يحلى لك يا يوسف يحلى لك يا يوسف يحلى لك يا يوسف يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة يحلى لك 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 يا جماعة